الآن الحديث عن النادي الاهلي وفوزه أمس على سان جورج وطيهوله لي دول المجموعات في دورة أبطال أفريقيا هسأل جيمي عن اتنين لعيبة تحديدا عشان الوقت ما ياخدناش ويجري مننا هسأله على محمد مجدي أفشا وإمام عشور اتنين تقلقوا جدا في مبارات الأمس طيب هروح لك الأول للعيب بالنسبالي اللي التطور بتاعه بقى واضح جدا ودائما الناس كانت بتعلق في وقت من الأوقات على أفشا وشريف تحديدا في الوقت بتاع كارلوس كيروش وليه ايه الربط اللي عاملينه يخص أفشا كارلوس كيروش بكولر هو حاجة تخص الاتنين إن كيروش وطبعا ده لا يقلل من كيروش نظرا لديق الوقت كمدير فني المنتخب مش لنادي مقدرش يطلع من أفشا الحاجات والمهام المكلف بها لعيب مركز 8 في 4-3-3 إن كيروش كان بلعب 4-3-3 كولر بلعب 4-3-3 فنيجي نبص كمثال أفشا كاتئ ما شكله مع كيروش والتطور الملحوظ جدا اللي عملوا كولر وعملوا أفشا خلال المرحلة دي الناس كلها تتكلم على الفاول الناس كلها تتكلم على الأسستات الناس كلها تتكلم على دايما لما العب بيسجل إنه جعل هجومية خاصة اللي هو العب بتاع النص الأمامي لا أنا مشكلة مش هنا خالص ولا التطور بالنسبة لي هنا خالص كانت مشكلة أفشا مع كيروش إنه ما بيعملش الواجبات الدفاعية إنه ما بيرتدش ما بيعملش أوفلاينج ما بيقفلش زوايا التمرير كل المهام المطلوبة من لعيب مركز 8 مش مركز 10 كان بيعمل واجبات الهجومية عادي ودلوقتي بيعملها عادي هو لعيب كوالتي بتاعته جيدة فيما يخص الجزء الهجومي التطور اللي بقى موجود عند الرجل فين رأيته للملعب غلق زوايا التمرير قطع الخطوط بشكل جيد إنه قادر ينزل في العمق قوي كالعيب مركز 8 مش 10 مش طول الوقت متعلق فوق الحالة اللي عليها افشة دلوقتي فتعال نبتري الحالات عشر وقت بيجري مننا ونبتري بأفشة مع كيروش قبل ما نجيب الحالاتات بتاعت مارسسان جورج واجيب لك افشة كان حالته عاملة ازاي فيما يتعلق بكل مهام مركز 8 مع عدى المهام الهجومية لا هناك فيه فايل اللي مكتوب عليه افشة مع كيروش قبل ما نبتري الحالات عشان نمشي دول بالترتيب افشة مع كيروش الثاني بسا كريم هنا افشا. بيلعب بيلعب طوء قوة من ساعة ما جي كروش. كروش بيلعب 4-3-3. ما غيرش. بص افشا. اللعيب بتاعه على الخط الباكلفت فتوح. شايف المسافة دي كلها. هنا افشا بس الاول عشان. افشا تاع اخر لعيب في الصورة. اخر لعيب في الصورة. اخر لعيب في الصورة. بعد الحكم في النص الملعب التاني. شايف المسافة الكبيرة التلاتين متر دول. المفروض الراجل ينزل يساعد زميله اللي مش عارف يخرج بالكرة. عشان ينزل يستلم هنا في العمق. ونت نتيجة انه ما عمدش ده. الكرة دي هتطقطها. كمل فريم اللي بعده. كمل فريم اللي بعده. بص ده الراجل جيت زي انا اتعامل عليه ده بلب. طلعب بره. طيب اللي بعديه. بص. هتلاقي كل لعيب وخليك مركز على المكان بتاع كل لعيب. ارجع تاني معليش الفريم اللي قبله. بص. لا بص هنا. طبيعي مرموش هينزل تحت. علشان ينزل يمسك ينزل يداف. مرموش ده اللي هو بيلعب يا كريم. بيلعب فرود. بص مرموش هينزل فين. علشان ي يعمل الواجبات الدفاعية. وقفشة يبدو رائف مكانه. مش يمسك حد. كمل. انزل. كمل مرموش اللي بعده. بص. بص هينزل لحد فين. كمل كمال فريم اللي بعده. اهو. قفشة لازال الوحيد. اللي اللي قافل زاوية التمرير. ولا ماسك حد. ولا بتحرك على الكورة. ولا بيعمل اي حاجة بعد ما بتفقد الكورة. ما بيعملش كل ده. فطبيعي الراجل ما كانش بيعتمد عليه. وما كانش بيعتمد عليه. لانه مش قادر يعمل ده. طب روح للي بعده. كمان. بص. بص هنا هنا لا طريقة. معبرة جدا. لعيب بتاع تونس حانا بقى المجبري بيشاور. علشان الكرة تتبصل بره لانه هو مضغوط عليه. قفشة بيشاور معاها. قفشة بيشاور معاها ومش معانا. هو قفشة مش حاضر. لانه عمال بيمزل مجوده ومش قادر يبزله. لكت حالته البدنية ولا قدراته التكتيكية كالتسوح ان نلعب اربعة تلاتة تلاتة. هنا تدي كريدت للاتنين وانت مغمض. نروح بعد كده بقى للحالات من قوت سانزورش. عشان بقيت الحالات بنفس الشكل بنفس الحالة. انا انا كنت عايز اختم بديه. عشان بقى لك هو حالة الحضور الزهني. فاربعة تلاتة تلاتة مش قادر. يلا حالة تلاتة مش قادر. وانت بتقول لها قادي كريد لأفشة. وكولر طبعا. طبعا. علشان انا مدير فن قدرت اطلع من لايب حاجة ما مش قادر يطلعها. وانه هو ساعد نفسه. واقول لك على حاجة تخص اللقطة اللي مع خالب بيبو بعد ما نتكلم على دي. يلا. فاخر مرة حد يفتكر العيب حط كرة سبتة في النادي الاه كان ابدا. زمان قوي. عالي معلول ومن فترة طويلة جدا. حط فاول من كرة سبتة. جول من كرة سبتة. فانا بالنسبالي رجوع افشة. وانه يسجل. وانه يسجل. بالشكل ده. والاهل بيعاني. اضاف. شوف بقى غير تلكتك خالص. اضاف حل جديد لمارسل كل. كان عنده مشكلة دايما. الكرات اللي بتيجي على يسار منطقة الجزاء لازم يلعبها في الغالب لعيب ايمن. كل اللاعب اللي بتلعب برجالة مين. ما حدش قادر انه يسجل. ابتالي يحاول معرض سليم. لانه لسه جاي الراجل. وافشة اضاف له حل جديد. ايه. طيب. روح على اللي بعد. فريم اللي بعد. يلا. نعدي الفريمز على الجول. كرة طبعا ممتازة جدا. ودي بالنسبالي هي هي اللقطة بالنسبالي طريفة اكتر منها. اكتر منها لقطة فنية. عشان تعليق افشة بتاعها. انا مش خايف من اللي جاية. انا خايف من اللي بعد كده. دي بالنسبالي افشة. اه اتقابلنا معها كريم في احنا وحنا في المغرب. لأ هو واضح ان هو مصمم. انا عايز ارجع. انا عايز ارجع. هاتلي بقال اللي بعدين على طول اللي مع خالب بيبو. عشان اقول لك على حاجة خالب بيبو قابلها بتلاتة ايام. كان قاعد مع محمد مجدي افشة. قال له الراجل امركز معك. والراجل عايزك. وهيستخدمك. وهيبتدي تاخد دقايه اكتر بكتير من الفترات اللي فاتت. وشايف ان انت حالتك البدنية والفنية ممتازة. وهتنزل تلعب. وهتسجل وامورها تبقى كواسة. عشان كده راح اول واحد راح له كان خالب بيبو. يمكن ده سر اللقطة رايز كتير تسألت. طبقا ما راحش ليه الكولر. ما راحش ليه لحد من الجهاز. خالب بيبو لسه جاي اول مبارح يعني. فدي جانت لقطة مهمة جدا 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 جدا. لأفشة نفسيا انه راح لخالب بيبو. قال له ان الراجل وثق فيك واحنا وثقين فيك. ولأ وانت ليك دور. مش عشان الاساسيين في التوقيت الحالي مروان وديانجي وامامي بقى انت مش هتلعب. خالص هتلعب وهتكسبنا. وهرتبط ليه تاخد دقيق كتير من المتشاط اللي جاي. اللي بعد. لسه الفريم ده. بص افشة موجود فين على دايرة السنتر. هو اللي هيطلع الكورة وان باس. هو عمل لسكان وان باس من العمق ورحاتة الكورة لامام عشور. الكورة دي امام عشور رحطها بعد كده هتروح انفراد. افشة موجود فين? موجود في العمق. تحت خالص. افشة موجود فين بعدها بسواني. موجود فين? على الاند لاين ناحية اليمين. هو اللي هيحط الكورة دي بالعرض. اللي هتكمل بعد كده بكرس. كمل بقى الفريم اللي بعده. كمل. بص يا كريم. الكورة اللي بعدها. افشة هيحط الكرة دي باص بانفراد. اللي بعده. من العمق. اللي بعده. افشة هنا فين? ناحية الشمال. جاي من الوينجليفت هيخش يعمل وان تو مع كهرباء. اللي كهرباء هيحصل له يعاقة فيها. وياخد راكل الجزاء. اللي بعده. اللي بعده. افشة تاني. دي بداية الكرة. دي بداية الكرة. انا حبيت اجيب الكرة دي تحديها. دي بداية الكرة اللي هيسجلها افشة. بص التطور الكبير اللي عند افشة والحركية والوعي. كنت اجيب لك لقطة في ماتش تونس. الرجل بيشاوي بيش معنا. بيشاوي مع العيب التونس. بص الحضور. الحضور الزهني والرجل حاضر قد ايه. بص واقف هنا على الخط. هيحط الكرة البرة. الكرة دي هتتعامل كروس. هتتعامل كروس. هترجع تاني حتى الشمال لكريم الديب بيس. اللي عمل ماتش ممتاز جدا. وطم من الاهل على مركز باكليفت بعد علي معلول. بص كريم الرجل اللي كان على الاندلاين. بص افشة. انا اجيب لك تاني. كمل. كمل. دخول الجناح جول 18. رجل بيسجله. فارق معي الجون. قد نفارق معي التحركات والتواجد في كل حتة في الملعب. الفريم اللي بعده. كمل الفريم اللي بعده كمان. كمل. اه. دي اخر لقطة هتكلم عليها لأفشة عشان نقلل على شرعة عشان عايز في الوقت بيجري منك. بص هنا كريم. البص ده. بص فين. انا هنا بكلمك على وعي تكتيك وقدرات تخص مركز تمانية. مليش علاقة بالجون. مليش عليه بقدراته المهارية. بص افشة واقف فين? افشة واقف تحت خالص. تخيل ان الكرة دي هتتلاعب افشة ابتدى يعمل قبل ما الكرة تطلع من رجل الراجل. وهياخد الكرة دي. بص الكرة دي تلاعب العرض. دخل. اطعها. بص بقى اللي بعدها الفريم اللي بعده على طول. باص بانفراد. الله. اطعى. باص بانفراد. وهو على بقطة اتنشر متر. اه. لقطة بالنسبالي تساوي وتعنون حاجات كتير على الحالة اللي وصلها افشة مع مارسل كولر. تحية كبيرة اول لمحمد مجد افشة تاني. مش عشان الجون. مش عشان الاسس. مش عشان المطش. الادوار بتاعت المركز. الادوار بتاع المركز. انه يقدر يقادر يعمل الواجبات دي ومش النهاردة. لقطات كتير كان من انا باتشة ربعة واحد مع الزمالك كان عامل دور دفاع كبير جدا جدا.